اشتركوا في القناة متابعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة جديدة من حلقات قناة لغتنا الجميلة وتأتي في إطار سلسلة الألغاز النحوية وفي هذه الحلقة نتناول ما يلي ما إعراب هتين الجملتين أو قل ما إعراب كلمة الفقراء والفقر فيهما أمضطر الفقراء إلى الهجرة أمضطر الفقر الناس إلى الهجرة وما إعراب كلمة بعادا في هذا البيت الجذع حنى ولم يقبل مفارقة فكيف قلبي بعادا عنك يحتمل الشجرة مخضرة أوراقها عين إعراب كلمة أوراقها سينتصر الحق في يوم ما ما نوع ما وما إعرابها وكذلك يظلم الناس بعضهم بعضا ما إعراب كلمة بعضهم وفيها نتناول أيضا إعراب كلمة وطن في هذين البيتين ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكة وقول الآخر مصر العزيزة لي وطن وهي الحما وهي السكن وما المحل الإعرابي لجملة قد ركضنا في قول الشاعر رب ليل كأنه الصبح في الحسن وإن كان أسود الطيلسان قد ركضنا فيه إلى اللهو لما وقف النجم وقفة الحيران ما المحل الإعرابي لجملة ركضنا فيه وفيها نتناول هذه الفكرة المعلمة لنا أخت المعلمة لها أخت ما إعراب كلمة أخت في الجملتين ولماذا وفيها نتناول إعراب كلمة معلمية وما بعدها في هاتين الجملتين معلمية اتقوا الله فينا معلمية اتقوا الله فينا وأيضا نتناول هذه الفكرة أنا آكل طعامي بالحلال اجعل الضمير للجمع وغير ما يلزم هل الاختيار الصحيح؟ نحن نأكل طعامنا؟ أم نحن آكلين طعامنا؟ أم نحن آكلون طعامنا؟ أم نحن نأكلون طعامنا؟ ونفس الجملة بتغيير بسيط أنا آكل طعامي بالحلال اجعل الضمير للجمع وغير ما يلزم نحن نأكل نحن آكلين نحن آكلون نحن نأكلون وكم موضعا للحذف في هذه الجملة كل يجاز بعمله إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا وما إعراب كلمة آراء في هذه الأمثلة الثلاثة العقاد فلسفية آراء العقاد فلسفي آراء العقاد فلسفي الآراء وإلى حضراتكم التفصيل بعد الإجمال أمضطر الفقراء إلى الهجرة؟ ما إعراب كلمة الفقراء في هذه الجملة؟ الفقراء هنا نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة سد ما سد الخبر لأن كلمة مضطر اسم مفعول عامل اعتمد على استفهام فهو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة ونائب الفاعل سد ما سد الخبر أما في الجملة الثانية أمضطر الفقر الناس إلى الهجرة؟ فكلمة مضطر هنا اسم فاعل عامل لنفس السبب اعتمد على استفهام ودل على الحال والاستقبال الفقر فاعل وليس نائب فاعل لأن مضطر في الجملة الأولى اسم مفعول وفي الجملة الثانية اسم فاعل والناس مفعول به إذن مضطر مبتدأ والفقر فاعل سد ما سد الخبر والناس مفعول به وإذا أردنا وزن كلمة مضطر في الجملة الأولى تكون مفتعل وهنا مفتعل ما إعراب كلمة بعادا في هذا البيت؟ الجذع حنى ولم يقبل مفارقة فكيف قلبي بعادا عنك يحتمل؟ كلمة بعاد هنا مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة لكن السؤال أين الفعل والفاعل؟ أو أين العامل؟ العامل هو الفعل يحتمل وبعادا مفعول به مقدم وتقدير الكلام فكيف قلبي يحتمل بعادا عنك؟ وإليك لمحة أخرى في كلمة بعادا هي مصدر لفعل رباعي على وزن فعال مثل جاهدة مجاهدة وجهاد وكذلك باعد مباعدة وبعاد الشجرة مخضرة أوراقها ما إعراب كلمة أوراقها في هذه الجملة؟ أغلب الطلاب أعربوها نائب فاعل على اعتبار أن مخضرة اسم مفعول والصواب كلمة أوراقها فاعل ومخضرة اسم فاعل عامل ومما يؤكد ذلك أن الفعل إخضرة فعل لازم والفعل اللازم ليس له نائب فاعل ظاهر وأصل الكلام الشجرة إخضرت أوراقها هنا يعوض عن المشتق مخضرة بفعل مبني للمعلوم ولو كانت اسم مفعول لما قبلت إلا فعلا مبنيا للمجهول وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه سينتصر الحق في يوم ما ما نوع كلمة ما وما إعرابها ما هنا مبهمة هذا هو نوعها ما المبهمة وتأتي بعد نكرة وتعرب دائما نعت لهذه النكرة إذن إعرابها ما المبهمة مبنية على السكون في محل جر نعت لكلمة يوم يظلم الناس بعضهم بعضا ما إعراب كلمة بعضهم كلمة بعضهم بدل بعض من كل لأن كلمة بعض تعبر عن جزء من الناس وليس الناس جميعا وأصل الكلام يظلم بعض الناس بعضا إذن بعضا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ما إعراب كلمة وطن في هذين البيتين ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر ما لك كلمة وطن في البيت الأول تعرب مبتدأ مؤخر ولي شبه جملة في محل رفع خبر مقدم أما إعراب كلمة وطن في البيت الثاني مصر العزيزة عزيزة لي وطن فهو خبر لكلمة مصر وهو خبر مفرد وفي الجملة تقديم وأصل الكلام مصر العزيزة وطن لي ما إعراب جملة قد ركضنا فيه في هذين البيتين رب ليل كأنه الصبح في الحسن وإن كان أسود الطيل ساني قد ركضنا فيه إلى اللهو لما وقف النجم وقفة الحيران المحل الإعرابي لجملة قد ركضنا فيه في محل رفع خبر للمبتدأ السؤال أين المبتدأ المبتدأ هو ليل لأن رب حرف جر شبيه بالزائد وليل مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد أو قل مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا وجملة كأنه الصبح في الحسن في محل رفع أو جر نعت لكلمة ليل في محل رفع إتباعا لمحل كلمة ليل وفي محل جر إتباعا للفظ كلمة ليل وجملة وإن كان أسود الطيلسان جملة اعتراضية رب ليل قد ركضنا فيه وهناك لمحة في كلمة وقفة كلمة وقفة اسم هيئة على وزن فعله وهي تعرب مفعول مطلق مثلها مثل المصدر الصريح تماما المعلمة لنا أخت المعلمة لها أخت ما إعراب كلمة أخت في الجملتين كلمة أخت في الجملة الأولى خبر للمبتدأ المعلمة والخبر هنا مفرد وليس جملة اسمية وأصل الجملة المعلمة أخت لنا أما في الجملة الثانية فكلمة أخت مبتدأ مؤخر وشبه الجملة لها خبر مقدم والجملة الاسمية لها أخت في محل رفع خبر للمبتدأ المعلمة السؤال لماذا لم نعتبر لنا أخت جملة اسمية أيضا مثل لها أخت لأن الضمير نا في لنا لا يعود على المبتدأ المعلمة وبالتالي لا يوجد ضمير رابط أما هنا فالضمير الها يعود على المعلمة وبالتالي يوجد رابط بين جملة الخبر وبين المبتدأ وإليك هذا اللغز معلمية اتقوا الله فينا معلمية اتقوا الله فينا ما إعراب كلمة معلمية في الجملتين وما إعراب كلمة اتقوا واتقوا في الجملتين هذا اللغز يعتمد على تحديد زمن الفعلين اتقوا واتقوا اتقوا فعل أمر مبني على حذف النون وهو الجماعة فاعل وعلى هذا جملة اتقوا لا تصلح أن تكون خبرا وبالتالي كلمة معلمية لا تصلح أن تكون مبتدأ وإنما هي منادة منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم وحذفت نونه بسبب الإضافة إلى ياء المتكلم وياء المتكلم المدغمة في ياء النصب ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه أما كلمة اتقوا في هذه الجملة فهي فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة لأن أصل الفعل قبل إسناده إلى واو الجماعة اتقى فحذفت الألف وبالتالي كلمة اتقوا فعل ماضي مبني على الضم المقدر وواو الجماعة فاعل ومعلمية مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو المنقلب ياء ثم المدغمة في ياء المتكلم فأصل كلمة معلمية في هذه الجملة أي الجملة الثانية معلموني حذفت نون معلمون بالسبب الإضافة فصارت معلم يا ثم قلبت الواو ياء فصارت معلم يا ثم أدغمت الياء الآن فصارت معلمية وعندما نعربها فإننا نعربها على أساس الأصل معلمية فنقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو المنقلب مبتدأ 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 أنا آكل طعامي بالحلال اجعل الضمير للجمع وغير ما يلزم هل نختار نحن نأكل طعامنا أم نحن آكلين طعامنا أم نحن آكلون طعامنا أم نحن نأكلون طعامنا الاختيار الأخير مستبعد تماما لأنه لا يوجد نأكلون لا تجتمع واو الجماعة مع فعل مضارع مبدوء بالنون نون المضارعة أما هنا فنحن آكلون طعامنا خطأ لأن كلمة آكل هنا فعل وهنا آكلون اسم فاعل أما هنا فكلمة آكلين خطأ لسببين أنها اسم ثانيا أنها جاءت بالياء والياء في جمع المذكر سالم علامة نصب أو علامة جر وهي المفترض أنها في موضع الخبر إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار الأول نحن نأكل طعامنا بالحلال أما الجملة الثانية أنا آكل طعامي بالحلال اجعل الضمير للجمع هل نحن نأكل أم نحن آكلين أم نحن آكلون أم نحن نأكلون الاختيار الصحيح نحن آكلون لأن كلمة آكل هنا اسم فاعل أما في الجملة السابقة فكانت فعل مضارع آكلوا أصلها آكلوا أما هنا آكلون إذن إذن الاختيار الصحيح نحن آكلون طعامنا بالحلال هل تعلم أن في هذه الجملة ثمانية مواضع للحذف وبدون معرفة هذه المواضع لن تعرف إعراب الكثير فيها كل يجاز بعمله إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر أول موضع للحذف هو المضاف إليه بعد كل فأصل الكلام كل إنسان والموضع الثاني للحذف يجاز فعل مبني للمجهول فحذف الفاعل يعتبر حذفا وأصل الكلام كل إنسان يجازيه الله بعمله وهنا موضعان للحذف بعد إن إن خيرا والتقدير إن كان العمل خيرا وعلى ذلك فإعراب كلمة خيرا خبر لكان المحذوفة وهنا موضع آخر إن كان العمل خيرا فالجزاء خير وعلى هذا إعراب كلمة خير خبر لمبتدأ محذوف وهنا وإن كان العمل شرا فالجزاء شرا فالجملة من غير إيجاز تكون هكذا كل إنسان يجازيه الله بعمله إن كان العمل خيرا فالجزاء خير وإن كان العمل شرا فالجزاء شر وكما يقال الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا وأخيرا ما إعراب كلمة آراء في هذه الجمل الثلاثة العقاد فلسفية آراءه العقاد فلسفي آراء العقاد فلسفي الآراء كلمة آراء تعرب نائب فاعل السؤال كيف تعرب نائب فاعل ولم يسبقها فعل مبني للمجهول ولا اسم مفعول عامل الإجابة أن كلمة فلسفية اسم منسوب ويحمل في طياته معنى كلمة منسوب ومنسوب اسم مفعول وكأن المعنى العقاد منسوبة آراءه إلى الفلسفة إذن آراءه على تقدير منسوبة تقديرا زهنيا تعرب نائب فاعل أما إعراب كلمة آراء في المثال الثاني العقاد فلسفي آراء فآراء تعرب تمييز أما في المثال الثالث فتعرب مضاف إليه العقاد فلسفي الآراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر